عندنا اتنين حبة من الافوكادو متقطع مكعبات تلت وحدات موز مستوي تلت كبيات من الحليب هوفن الحليب ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من عصير اللمون علشان طبعا عندنا الافوكادو من الحاجات اللي بتسود سريعا واللموز كمان وعسل أبيض هنحط تلت معالي عايزة زودي أكتر تقليلي براحتك تمام بس كده المأدير ولا أسهل من كده والفانيليا هنا هتدي طعم حلو جدا نقدر نقدمه ومعاه شوية كاجو أو عين جمل بيبقى أكتر من روعة يلا بينا نحضر الخلاط يلا ادي الموز طبعا كميت الفاكهة براحتك عايزة تزودي تقليلي فيه ناس بتحب العصير تقيل قومه تقيل وناس بتحبه إلي حد ما خفيف ده يرجع للزوء الشوكي عندنا ادي الأبوكادو عصير اللمون والفانيليا هتدي طعم لذيذ جدا طعم كده حلو بخالي العصير طعمه روعة وعندنا العسل تعالوا بينا بقى يلا وحطوه على كل المكونات بتاعتنا حوالي ثلاث كبيات من الحليب هاي يلا بقى نخلطهم كويس مع بعض حطينا كل حاجة الفانيليا اللمون العسل الأبوكادو الموز والحليب يلا بينا حلو قوي جاهز معنا العصير زي الفل يلا بينا بقى نصبه وحطو فين بسم الله طعمه بيبقى خطير بصراحة بتاعلي بينا ايه نحط كده هان يا جماعة المعالق تعالوا نحط تلج ممكن معالق تدخل زي ما قلنا اختياري انك انتي تضيفي اي نوع مكسرات فوصدق عن جمل كاجو لو متوفر طبعا يلا مشالمو اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة